لليوم الخامس على التوالي يواصل عنصر الإدفاء مجهوداتهم لإخماد حريق غابة مغرى وبإقليم تازة الذي أتى على حوالي 780 هكتار من الغطاء الغابوي موارد بشرية ولوجستية عبئت لتطويق هذا الحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي حيث بلغت نسبة السيطرة عليه 75% جهود الميداني لحد الساعة مستمرة تدخلات الأرضية بدأت في الساعات الأولى من الصباح اليوم الثلاثة بقى وجوج بؤر كبار اللي كانوا بقى وعدنا رحنا تدخلات الأرضية مركزين عليها بزاف المؤشرات الحمد لله الأنية اللي كان لدي الرياح ولادي حالة تقص الحمد لله رأى في الصالح دينا ونتمنى إن شاء الله تحوية الحريق عما قريب وبفضل جهود وسرعة فرق الإنقاذ والسلطات المحلية لم يتم تسجيل أي أدرار بشرية حيث وفور اندلاع الحريق تم إيواء الساكنة ثلاثة دواوير تابعة لجماعة مغراوة بمؤسسات الاستقبال الموجودة بمركز الجماعة وتتطلع فرق الإنقاذ إلى القضاء على بؤرتين متبقيتين من هذا الحريق للتمكن من إخماده بشكل كامل موسيقى